انا دلوقتي اريد اعمل مشروع from origin انا اتفقنا ان انا الاول سأعمل ملف نوت باد سيبقى فيه كل كاريات الجداول داخل المشروع وبعد كده كل جلل من الجداول سأعمل له package خاصة بيه بردك حرج على شرح package دلوقتي طيب انا اريد اخرج البرنامج وانشئ اليوزر وبعد كده اتكلم جوابه طيب انا هعمل اليوزر جديد هفتح البرنامج start وابحث على go2 database go to database go to database home page طيب دخول على برنامج Oracle Express طيب اول مرة ادخل باليوزر system ان اول مرة تختار اليوزر اسمه system الباسورد اللي انت عملتها اثناء التصطير الباسورد اللي انت كتبتها وانت بصلتها بالبرنامج وعمل login ادخل باليوزر ده طيب انا اريد اكتب اوامر SQL انا اريد اولا ان انا احفظ احفظ اعمل يوزر جديد وعريد اكتب ان انا اعمل جواه اوامر SQL اكتب ان اعمل بقى اوامر كرياته اوامر كرياته اوامر الكرياته اوامر الكرياته كنت عن طريقة الوزر إذا كان لديه الأفضل فقط أخير من العصاب القليل تأخير عن طريقة الوزر تنشئ عن طريقة الوزر نعم سوف أشعر بالأمر literally أعل 딱 اعروني أنا أتجابي أبكاء محالês أنا أ prod أدخل الوقات بعد ذلك أدخل بلوجان و هذه المرة أكتب بدل ما أكتب سيستم أكتب ماركت وأكتب اي بي سي كده أصبحت متصب باليوزر اللي أنا عمله دلوقتي أريد أن أبدأ أعمل أوامر الإنشاء الجداول SQL طبعا أنت عندك ملف نوت باد المفروض في كل إنشاء الجداول بكاملة يعني عندك مثلا 10 جداول عندك 5 جداول يعني مكلات الجداول كلها طبعا أنا معي جداول الواحد دلوقتي أن أجرب عليه كريت تابل اسم جداول customer يكون كل بتاعته قصت أنه هو رقم العميل و هو فارد شار 2 طبعا فارد شار 2 يسجل على حسب ما ندخله يعني دخلت له مثلا نحجزه 8 دخلت له مثلا أربع خنات يأخذ الأربع خنات دول في الزفيرة طبعا هو رقم العميل كافية يبقى ثابت على حاجة واحدة يعني لا يوجد فارد شار 2 اسم العميل فارد شار 2 على 15 الادرس فارد شار 2 على 30 هذا تعريف كيد المفتاح الرئيسي على مستوى الجاد طبعا عندما بدأ محفل واحد كنت ممكن أكثر جنوب برايماري كيد لكن أنا أريد أن أشارب النظام معين بحيث أنها لا يوجد نصات كيد كلمة كونسترينت كيد كاستمر كاستن او كاستن او اسم الكيد ما يسميه اي بي سي اسم كيد ما يتقري في الجهاز هو اسم كيد حتى لو يسميه أي شيء لا يفرق معنا برايماري كيد كيد برايماري كيد برايماري كيد برايماري كيد اسم كيد اسم كيد و أكتب أمام إنشاء الجداول طبعا أنت تعمل ملابسة من بات في كل جداول المشروع مثلا في 10 جداول أنا أعمل فقط جداول واحد لأنني أتطابع على جداول سيطابع على جداول أنا أعمل كريت تابل كاستمر حقل كاست نو نوع والكاست كاست 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 هذا هو برشارته على 15 هذا هو 15 يعني لأنني أجلت برشارته لأنني أجلت اسم عميل حجم قوصا من 10 حروف يأخذ في الزاكرة على قد 10 أما لو كنت تستخدم النوع البياني شار فقط كان ساعة لو أجلت مثلا 15 و أجلت 5 أو 10 خنات سيأخذ في الزاكرة 15 كاملين لكن برشارته يأخذ على قد ما أدخله حسنا أعمل كونسترينت إنني كيد هذا هو مفتاح الرئيسي حفل 1 وطبعا لو مفتاح رئيسي حفل 1 ممكن يتعبلي على مستوى الجارول ممكن يتضع هنا برايماري كي يعني هو كده أو كده ما فيش مشكلة أما لو أنا عندي مفتاح رئيسي من حفلين كان لازم أن أعمله على مستوى الجارول هنا ليس فارق معي ممكن هنا أو هنا يمشي معي كونسترينت هذا اسم الكيد اسم الجارول اسم الحفل بكي صالة لكلمة برايماري كي اسم الكيد لو سمته أي شيء سمتح بشكل مفتاح هنا سأقوم بشكل مفتاح وضع برايماري كي هذا سأقوم بعمل برايماري كي فقط افتح قصين وقل برايماري كي على حفل كذا سأقوم بقية سأقوم بقية وإنفضل وقية وقية أريد م diligence ، صحيص غني مجموعة ، أعمل أمورة و أتريد مخلوقه ، أستغ Armour을 escri Jingle PMGPER Procedure كل مكان سمعها Procedure So I will use prophecy Asean Stockade First useitä wear Pockage ن tots empgin أول لا أفضل المجتمع كلمة��� المجتمع. قليسة Assistant قليل H看一下 قلت لكم او قلت له إذاً قلت لفضل الكلمة ستكلفته create or replace أقلتني جدًه ولكن أنا أميزها عن اسم الجلوة لأن الجلوة اسمه Customer و الوقت سميتها BeCustomer عندما قلت له Create Package و اسم الوقت يسمى BeClear أنه أنا أعرف هذا الموقت فيها إيه؟ أقول له إذ و بعد ذلك أقول له الدولي قلت له Create or Replace Package اسمها كذا إذ و بعد ذلك أبدأ البرسجور الأول نحن قلنا برسجور يعني أي دل أو يعمله اسمها برسجور اسمه Add Add New Customer لأنه أضيف عميل جديد حسناً، الآن، هل يجب أن تكون هناك رقم العميل؟ هذا هو متغير أسميته BeCNO و VcName و V address هم الثلاثة حاجات الجلوة حسناً، ما هي نوع البيان؟ نوع البيان هو نفس نوع الجلوة برض شرطه برض شرطه على ثمانية لكن يجب أن يكون نوع البيان لأنه هنا أنا لديه برنامج حيث يجب أن احضر شيئاً يجب أن يجبني مشاكل لأنني لماذا لديه لأتصالي سأخبر جهازه لأنني سأخبر نفس نوع البيان نفس نوع البيان لأنني سأخبر فقامت له فقامت له أولاً هنا سأخبر هذه كلها مدخلات لأنني أريد أن أدخل اسم ورقم العميل والتلفون والأدرس وقال لي نفس نوع البيان بتاع جدول الـCustomer فـ Customer N-O هو اسم الحفل الذي يوجد جدول الـCustomer بحيث أنه نفس نوع البيان علامة في المية طيب يعني أن أخذ البيان نفس الكلام على الـ Name و نفس الكلام على الـ Adress وأخذ نفس الجدول الموجود عني نفس الـ Name و الـ Adress و Add New Customer لابدت الـ Customer أنه أريد أن أعدي العميل نفس الكلام سأخذر رقم العميل و أعدي هذا العميل ففضل عني نفس الكلام وأخذ منهم نفس نوع البيان حتى يمكنني أن أخذ هذا نفس نوع البيان هنا في الـ Package Declare اللي أعلم له هذا أنه أعرف كل باكج لديه هدوال فقط لا أضع عمليات SQL أو أضع جملة INSERT أو UPDATE أو DELETE هذا الـ DELETE سوف أدخل لها رقم العميل و أخذك رقم العميل و أخذك العميل و أخذك العميل هذا الـ Package DECLARE عنهيها في الـ End باقي اسم الـ Package بدأت الأول كريت Package و End اسم الـ Package لابد أن أبدأ و أخذك لابد أن أخذك نهاية نهاية الـ Percedure هذا الـ Percedure وهذا الـ Percedure الثاني لكن هنا أخذك الـ End و أقفلت كلها و أخذت كلها برمجة سأضع الـ Package DECLARE و أضعه على البرنامج و أقوم بعمل و أقوم بعمل و أقوم بعمل و أقوم بعمل كل شيئ و أقوم بعمل لأسامن لو هكذا لديك شيء و أقوم بعمل لديه هكذا من الاجتماع يصيبون المستهدف الاجتماعات إيه فى هو نفس إسم pa trara اسمه Chemical ثم ابدأ كود بجين يعني انا قلت الاول هنا از ثم اقوله بجين اضع نيو كاستمر هي جملة انسرت انسرت انتو اسم الجدول الكاستمر فاليوز ثم المتغيرات اللي انا معرفة عندي فوق هنا خلص انا دخلها في مكانها يعني انا عمل ذا مثلا ال V طبعا ذا انا كلمة فيرابول انا اتصال كلمة فيرابول سنسمي اسمه و جد بس اكثر انا ب Verab انبيوز تم ا質ظة تالي فاللسط من ال 30 اوا نوصي man ايضا يومي anexception ويقال لي ان يتعلم With a e انا لديه ان اخطاء لها اكثر يمكن ان اذهب الاخطاء الخطأ يعجب ان اكتب له اسم الخطأ يقول له WHIN اسم الخطأ ZIN عين كان بقى اسم الخطأ بتاع يعني ان تبدأ بكلمة وين اسم الخطأ زين الخطأ اللي عندي ده هو double value on index او duplicate value on index يعني معناها ان المفتاح الرئيسي انا انا بدخل فيه كيمة وكيمة دي مكرره مرتين طبعا ان تصلي فيلمة duplicate value on index طب لو لقى الخطأ بتاع ان انا بدخل كيمة مفتاح رئيسي مكرره مرتين يعني مثل رقم العميل بدخل قبل كده عميل رقم 10 وبدخله مرة ثانية اطبع الرسالة طبعا ان تطلب الرسالة طبعا ان تطلب الرسالة طبعا ان تطلب الرسالة dbms underscore boot line ثم اخذ الرسالة اضع اخر مرتين ايضا ان تطلب الرسالة دخل مختلف عني هذا بالنسبة لجزء او ان تصدق الوضع او ان تصدق من قليلة سيبتا ان يوجد مشكلة انا قم بتطلب الرسالة لدي هذا خصوص هكذا اضافة بالك تشغيل الاندرسكور ومسكتل الاسم كذب ميزة اللغة ليست حسنة بشكل هذا هو كالكتر كالكتر و كالكتر لا فارق معي كالكتر و كالكتر بعدها أخترت كل هذا أقول له اند اضافة بسرعة اد أدفع الجهاز اضافة بسترعة ادفع اضافة بسرعة ادفع عن t-Customer الآن اسألتنا مجموعة الـ Insert بعد اسألتع بـ Add New Customer وهو الـ Add الـ Update نفس الكلام احتفائنا عليها أدخل هذه المدخلات الـ Id وہادي حدث لدي كثيرا أعمل اسم الجدول ثم اسألتع اسم الجدول يساوي القيمة التي ستدخلها الديزر في custom name الجديدة فصلة أو كمع الآن أريد أن أعدي أكثر من حقل هذا شكل كل هذا الupdate أصلاً نحن نعلم Update اسم جدول Set الحقل الأولاني يساوي كذا فصلة الحقل الثاني Address يساوي القيمة طيب أنا لو سبت الجملة على كده ستعمل عادي ستعدلي كل العملة ستجعلني أسميهم بالاسم الذي ستخش عندي والعنوان كل هذا فأنا أريد أن أعدي المعين فأنا أقول له أن اسم العميل أو customer in author يكون كما يقول يدخلها لمدخل أيضاً كما يأتي يعدل هذه الدلة أو يستخدم هذه الدلة وأقول له في الآخر End Update customer فأنا كده عملت البرسجور الثاني بتاع update customer وهذا كان الـ Add هذا الupdate وكله من خلال باستخدام فأنا أضع نفس الكلام أقول له procedure فأنا أدخل رقم العميل وأقول له فأنا أدخل رقم العميل وأقول له أدخل رقم العميل Delete from اسم 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 عليك امتحه في برنامج وبة امتحه برنامج او تثبث او ي هناك مشكلة اضحه هنا مفسه نقوم بعمل قد يقوم بقيت جبوتي جرائد بقيت جبوتي جرائد لن ايضا اي اخطرر اي أخطرر طيب انا هنا اخراج قوات صغير او اذا لن أستطيع اقتم الوقت سوف أستطيع امام المال فورمة لذا انا عمل فورموا او اجازه لا يريد ان نقدي ارى ارى ايضا مقتمد على المال عندما أقوم بفرما سأقول بفرما يوجد اسم الpackage و كيف تدخل على هذا العمل فهي عملية عندما يدخل الـ forum يجب أن تستخدمها بعد ذلك هفتح البرنامج الـ forum وأبدأ أعمل على إنشاء الـ forum